عن شراكة إعلانية تجمع بين الفنانة رولا سعاد مع إحدى شركة مستحضرة التجميل رولا تتحدث للأخبار عن هذا التعاون كما تكشف جديد قرار منعها من الغناء في مصر وتفاصيل دخولها لدراما التلفزيونية في رمضان المقبل من خلال مسلسل كوميدي صايعين ضايعين أنا موجودة هنا تكون واجهة أعليم لشركة سكن ستيكاوز من لوريال وهال البروداكت اللي أنا بحبه كتير مميز استعملته من سنة وهذا شرف كتير كبير أني مسل هال البروداكت بس أنا استعملته قبل ولو ما اقتنعت فيه كتير ما كنت وفقت عيدة شي خاصة بما يتعلق بالوجه لأنه شغلي ريسكي شوي ما فيك يعني إذا واحد نزع وجه كارثي فبالنسبة لي أنا مثل ما بتعرف أنه نحن كتير متعرض لتعب لسترس لتصفير بالشمس بالليل إلى آخره فهذا الشي سكن ستيكاوز سعادني كتير ومبسوطة أني عن جد يعني كنت يعني ما زل طبعا الإيماج دومارك تبعها سكن ستيكاوز يستخدمه المشاهير بالذات لإحتوائه على بعض المواد كما ذكرت المحاربة لما هو موجود في الأضواء لذلك بسبب تعرضهم للأضواء أثناء التصوير ومرور الضوء في التصوير أو حتى في الأيام العادية الضوء يحمل عندما يتحد مع الغبار هذه هي النظرية التي أنا تكلمت عنها تتحد الجزيئات السامة لتغزو البشرة فبما أن الفنانين يتعرضون لأضواء والتسجيل وأحيانا تمر عليهم 24 ساعة إلى 28 ساعة ما يناموني في إرهاق شديد قرروا الفنانين أو اتجهوا وأصبح وكونوا جمعية على فكرة لهذا المستحضر ما أعرف إذا عندك خبر في هذا الموضوع كونوا جمعية جمعية أصدقاء الفنانين للاستخدام مستحضر نتيجة ظروف عملهم المرهقة أن منعية الحفلة الخيرية بمصر شو تعليقك؟ تعليق أنه الله يسمحه أول شي لأنه هذا الشي عمل خيري واحد ما فيه ممنوع يوقفه وحرام يوقفه وخاصة إذا ما كان عنده سبب مقنع أنه يوقفه للأسف الشديد عطى قرارات مضادة لبعض يعني اللي تابعوا الموضوع بيعرف أنه فيه نقيض بكلامه أنا بحترمه وبعزره عنده أسبابه الخاصة أو ضغطات خاصة هذا الشي بيرجع له بالنسبة لأيلي أنا إنونيا رح تابع الموضوع وأنا أقوم بالقضاء المصري خاصة أنه نقيب الفنانين بعتقد حسب اعتقد الشخصي وسألت أنه له حق يوقفني إذا أنا ما دفعت ضريبتي لكن ما له حق يوقفني إذا كنت عندي نزاعة وأغنية أنا وأحدى الفنانات فهذا الشي قضاء هو اللي بيقرره مش النقيب أبدا وهو شايف من وجهي من منطلق ووح يعني من جهة وحتى ما شايف من الجهتين برح تصوري مسلسل جديد صايعين ضايعين حسن حسني، عيمر رضا، عبنا نمع مايري، ما شاء الله يعني بسوريا كثير بعد، ماما في كثير أكيد شغلي حلوة كثير ومبساط أني لحنضم للدراما السورية لأنه دراما مميزة وحلوة وبلشت تصوير وإن شاء الله بيرمضان بيشوفوني خلينا نحكي أكتر شوية تفاصيل، شو الدور اللي أخذتي، خلينا أقول لك كثير بسرح، أنه أنا دور فناني فقيرة يعجب بها الكثيرين، هاي بيقولوا العربي الفصحى الكثير، صالحوا لي تشوف، كثيرون، شفت؟ وهيك بيصير في مشاكل، وإشياء كوميك، وإشياء مواقف طريفة وما فيني خبرك أنه